هاي للكل، كيفكم؟ كيف رمضان معكم؟ شو الأخبار؟ شو فيما في كل هالأمور هاي؟ أنا حالياً بلوس أنجلوس أليه كاليفورنيا عندي إفنت كتير كبير هون سوأجيت تقريباً ساعة ستة نمت ضغري مفترت وهلأ أفاقة ساعة تقريباً إذاعش ونص وراح أفتر ثقرات أخذكن معي من الفطور للسحورة كمان أكتر، رح نعمل بطير شادلات هلأ طلبت أكل لما أجيت من الإفنت أخذت هدول المناديل وشلت فيهن أغلب المكياج من والشي ونمت وهلأ فقتنا دمانا كتير فخلال ننظف بشرتي ونعتني فيها شوي لأن الدنيا رمضان ونحتاجين نهتم بأنفسنا شوي بعدين حنروح ناكل نعمل كتير قصص سفر، ترقل، إفنتات كالعادة، هاي خياتي بس بحبها ووه، يس هاد اللي كنت بحتاجته مساج للبشرة الحمد لله أن في شركات تخترع اختراعات مثل هيك او ماي جاد، لأكو شكل كيف عم بستخدم لونة 2 من فوريو هاد المونتاج اسمه لونة 2 طبعا أنتو بتعرفون أنا بستخدم لونة 2 وصل لي كتير بس حبي تجرب لونة 2 ما بعرف، أحيانا بتحبوا براند كتير كتير لدرجة ما بتجربوا مونتاجات كتير تانية وتشوفوا هل هي كمان منيحة فلونة 2 بتجنن جبت معي به السفرة أحبها لأنه مش بس بتنظف تعمل نبضات خفيفة وسريعة وهي النبضات بتخلي البشرة تنظف وبنفس رؤية تعمل لها مساج اليابانيين بشرتهم أحلى شي بيكونوا عمرهم أربعين بس بيبينوا ثلاثين خمسة وعشرين ليه؟ لأنه اليابانيين بيعملوا مساج لبشرتهم كتير فأنا هاد يعني أنا هيك بفكر أنه المساج اليومي للبشرة بيخليه شباب أكتر فهي القالة كأنقون عم تعملوا مساج لبشرتكم مرتين باليوم فلهي كتير بحبه وما بستغني عنا أبداً هلأ رح تشوفوا لشو بيستخدمهم كمان شايفين شو بيطلع من البشرة؟ هلأ أنا بدي أعترف بحبي لونتو أنا بحبك لأنك بتنظفي بشرتي بتعملي لها مساج بتطلع كل الأوساخ وما بتخلي ولا بكتيري عليها وكمان سهل تنظيفك وبتنشحني مرة واحدة على فكرة أنا هلأ من عاقلة فوريو اللي هي الماركة اللي بتعمل لونتو و لونتو كتير منتجات بتجن تانية اللي جرب منتجاتهم أكيد بيعرف لي أنا بحبهم هالأد وبحب لونتو هالأد بس اللي ما جرب جرب رح تلكون الرابط تحت لموقع نمشي ورابط فوريو وكود خصم 20% بس برمضان فاللي ما جربها جربها ورح تعرف لأنا بحب هالأد كمان مية بالمية ضد المايش لو بتقدروا تغسلوها وسيليكون شو ما بيضل عليها بكتيريا أبداً وكل مرة بتستخدموها كأنكم عم تستخدموها جديدة و هفكرة اذا بتلاحظوا بشرتي سار فيها لمعه هون في عندي أساسيات حياتي اللي باخدهم معي وينما كان سفر بحياتي اليومية ببيتي لازم يكونوا معي فيتامين سي بحطها على البشرة و بستخدم هاد الجزء منها وبعمل مساج للبشرة مع الفيتامين سي سو هيك الفيتامين سي 100% بفوت على البشرة ليش لانه هاي الآلة من السيليكون تذكروا والسيليكون ما بيمتس اي مادة ولا كريم ولا مرتب فهيك 100% من الفيتامين سي بفوت على بشرت اذا بعمله بأصابيعي بيصير 50% على أصابيع بتمتصوا 50% على البشرة خلوا هالنصيحة بعقلكم كتير كتير منيحة هاتوا الجزء اللي بيستخدموا لدخل المرتب على البشرة وطبعا دائما الحركة لفوق هيك بساعد بشرتكم كتير والمرتب ضغري بتمتصوا البشرة كله 100% فلهيك البشرة بتصير الكلمة وبتتغزى أضعاف وأضعاف أصلا شايفين أدي سريعة بسرعة فات المنتج كله على البشرة وترتبت وصابيعكم ما أجد عبشرتكم سوالا في بكتيريا وشرتكم ضلت نظيفة ومرتبة هلأ رح حط كريم العيون لتحت العيون مشا كما نرتب هالمنطقة ودي أكل كتير جوعانت خير ولهلأ مش أكل شي يعني ما فطرت أنا لمص الليل بعد نص الليل ومثل مش فاطرة ما في فطور ودأما لو ترتبوا تحت عيونكم بطريقة الطبطبة فقط مشا ما تصير تجاعد هون اوكي قايز غيرت تيابي وهلأ رح حط الأكل هون بدي ناكل سوا أنا وإنتو رح ناكل نفطر يعني فطور ولأنه لهلأ عن جد ما فطرت تخيلوا الصمت طول اليوم قعدت شربت شوية ماي وما فطرت ولا أكلت شو Gemoni و أحكلكم قصة... مادتي ناكلتشو Bowring صاندويش جبنة اوكي قايز غني و هذا هو فطوري اليوم بطاطى لأنه كتير بحبل بطاطى وحبيت أجيب شغلتن كأنه يعني هيك في تنوع رمضان هيك هي извест أكتشفت انه ما جابوني nonprofits م serving ketchup ميجباً لقد قمت بجرد شكراً لك كنت نايم هيك ومغمضة عيوني فجأة بفتح عيوني بلاقي اللي حدي رجال اللي حدي جاري عمره شي 40-45 سنة هالقد قريب من وشي هالقد وعيونه مفتوحين عقعد حدي وعم بيشرب وعم بيشرب ريحتو كلها مشروبه عيونه حمر وهيك زرق مفتوحين فقلت عشان خفت خفت فهو قال لي او انا اسف ام سوري ما كنت بدي خوفك كنت بدي شوف مين اللي عم بيشخر فكت اسمعلك اذا انتي اللي عم بتشهري هو صحيح كان اللي قدامنا عم بيشخر دس انه اوكي ما بيصير تقرب مني هالقد انه عالاساس عم تسمعش خيري وانت وشك بوشي انه بعد شوي بتفوت بوشي شو خفت خوفي مش طبيعية رمضان هاد في كتير شغلات مفقودة فيه انا هالفترة حتى بعيدة عن عائلتي عم سافر كتير برمضان بلحكي عن المكان اللي انا فيه هلا اتخيلوا بمين التقيت اوكي وقفوا الفيديو نزلوا تحت اكتبوا مين تتخيلوا انه التقيت فيه وارجعوا للفيديو عم بستناكن وحطوا لايك كمان واشتركوا بالقناة اذا ما مش مشتركين واضغطوا الجرس اذا ما مش ضغطين عليه التقيت ببريانكا شوبرا هو هو تخيلوا يعني ادا بيعني لي هالشي انتم ما بتتخيلوا انا اداة بحب بريانكا شوبرا سوانو شفتها وش لو وش خلص انا التقالب بتعمل حسن لتقيت ببريانكا شوبرا دول اكتر عالم ما شهير انا بحبون وهي بتعرفي وبتعرف قصتي وكتير انبساطة بياس ما بتتخيلوا بس انبساطة جدا جدا انا رح روح اكمل اكلي وارجعتكم بشي كتير خطير بعد شوي هاد رح خليلي السحور بس رح اتركو شوي بطاطا واكلت شوي من هاي بس اوكي جايز والحمدالله خلصت فطور هلأ رح حفرشي سناني واشرب اهوة لانه جبت اهوين اهوتي استنوا هي الحب اكلت اكلت ايه ciao الواحد لو بيفطر بيقتل كتير بالاكل اوه على فكرة اذا بتعرفي فيسبوك تباルクونيها بالصدوك روسف لازم تتابعوني اخطط شي حل راجعة على مشيقان فهلآخرين للملمجراضي لانه عندي طيار لما يكون في عالتكم شنطة صغيرة مثل هات بغري غراضكم وبتتلم شنطة صغيرة لكل شي بتسهل حياتكم وقت السفر بتخليها كتير سهلة وهات بنكون ضبينا كل غراض الميكوب والبشرة So guys خلصت تقريبا هلا رح اطلعوا من الوتيل وحتضلوا معي للفطور لما وصل عبات اهلي Hi guys طبعا انا هلا اوصلت عالبيت المهم هلا انا رايحة عالجيم قبل الفطور بدي روح اسمرا لانه هاد الشي صار من الروتيني عم حاول ارجع عالجيم كتير كتير منيح بدي اعمل كارديو مشي كتير خفيف لانه المشي الخفيف على معدة فاضية كتير بيفيد وخصصا بتنزيل الوزن وهالقصص هاي فرح اعملو الحياة هي اولويات لهيك خلي اولويات حياتك شغلات بتحب تكون انت مثلهم يعني اذا بدك تكون رياضي وشخص انه هيك هيك الصحي لازم تخلي الصحة والرياضة من اولوياتك فلهيك الجيم اليوم من اول وفكر بهدفي بلاقي كتير بعيد بس على قليلة برلشت فيه دائما كان بعقلي انه او ماي جاد هديش هدفي كتير بعيد بس بعدين فكرت اوكي يا نور دائما انت فكر بهدفي ام تحت بالشي فهلأ بلشنا يعني بلشت صلي فترة بس هم حاول خليه اولويه اول شي الفكر الفكر لازم تشتغل عليه انه تقنوا حالكم انه الجيم مش شي عم تعملوه ليوم وثنان او اذا عندكم وقت فراغ لا الجيم اولويه من اولويات حياتكو فهذا الشي الصعب لحتى الواحد يتقبله خصوصا اذا كان الجيم مش من عاداته فلازم تستبدلوا بعادة عندكم مثلا انا كان عندي عادة السهر فبدي استبدل الجيم بعادة السهر لان لما بيجي على الجيم بتعب وبعدين بروح البيت بشتغل شوي وبنعس وبنام او استبدلوا بعادة تانية ممكن انتو عم تعملوه بليوم عم ضيعوا وقتكم بانو تبسرجوا ساعتين ثلاث ساعات تلفزيون فلازم تستبدلوا عادة بعادة هذا اللي فهمتوا له هلا وهذا اللي عم نحاول اعمله مهم ما خلوني يجي ما بيستييني الكاميرا فعم تصوري لكم على السناب نصيحة بالجملة ما بتمشوا اختاروا السرعة اللي بتريحكم بل شو شوي بعدين رفعوها بس نصيوا اتزيدوا درجة ارتفاع الاعلى ما بتحسوا فيه 6% 4% 3% بس كتير بتفرق بالنسبة لحرق السهرات وحرق الدهون وانتو عم تمشوا او على اي جهاز اغطوا الشاشة اللي قدامكن اللي عليها المعلومات لانه رح تضلت تحسبوا فهيك انتو ما بتعرفوا شو عملتوا وتتحمسوا لا تمشوا اكتر ولا تلعبوا رياضة اكتر لانه ما عم تشوفوا الشاشة فهيكا مع النصيحة خلصنا 40 دقيقة كارديو ما عرف كتير حسن بالفرح ونجاز بس هلا خلينا نروح اهم شي الكريم بعد التمرين بعد ما تتحمموا مشان ترطبوا مشان ما تصير تشققات بالجسام وترهولات دفعني لبست نفس اللبس اللي لبسته بالإفتار على المسرح هو هاد نفس اللبس رح قلبسوا للإفطار اليوم وحطيت ميكة بع السريع هون بالجم هلا أنا بالسيارة مع بنبون وهلا رايحين نفطر طبعا ما ما قدرت تجي يا وليد لانه معزومين كانوا فنحنا ما حبينا حبينا نطلع هيك ونصور كمان انا ما كتير حب الجماعات أو جماعات العالم وجماعات النسوان فقلت اللي بتطلعي قالت لي عفكرة هلا هو وقت الفطور ان شاء الله بس انلا اشو طاولة عن جد وبنين هون عم تختار الأكل محتارة كتير 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 أخدتكن أنا من الفطور للسحور للفطور التاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر